ترجمة نانسي قنقر عندي بطاطا ليتكفي افراد العائلة عندي ثلاث ملاعق تاعزيت تقدري تديري زيت زيتون عندي هنا توابل ملح كركم فلفل اسود التوابل راح تديري اي تابل تفضليه تقدري تضيفي لها البابريكا الفلفل العكري تقدري تضيفي لها ازعيطرات تضيفي لها معدنوس يا اما مجفف يا اما جديد تديري وش حبيتي يعني كاضافة اخرى للبطاطا تاعك هنا كما راكم تلاحظوا راح نقص البطاطا تاعي انا فضلت اني يقصها بهذا السكين عجبني هذا الموسم شرشف بالنسبة للتقطيع كيفاش راح يكون كما راكم تلاحظوا انا راني يقطع فيها عادي يعني البطاطا اللي ينقليوها في المقلات عادية هو من الاحسن انك تقطعها شوية خشينة كما اللي يديروها الكباب على وهي لازم تديريها خشينة لانه كي تطيبها في الفرن راح تحطيها في بلاتور راح تشوفوا فيما بعد ان شاء الله من بعد كي تجبديها من الفرن اذا كانت رقيقة وبدتي تنحيها وهي كيكسخونة راح تتكسر لك كامل فيما بعد راح نشرح لكم كيفاش قلت لكم هنا انا راح نقطع البطاطا تعي عادي كما مولفا نقطعها كي ينقليها في المقلات من بعد نحطها في اناء ونضير عليها كامل المكونات التوابل والزيت واذا حبيتي مثلا نضيفي لها حوائش اخرى اللي ذكرتهم لك سابقا ضيفيهم من بعدها راح نمزش كلش مع بعض ونوزع الزيت وهذوك التوابل كامل نوزعهم في كامل حبات البطاطا خاصة الزيت يعني لازم البطاطا تاعنا كامل يقيس هالزيت تضغطها كامل بالزيت باش تطيب لك مليح كيما البطاطا المقلية وما تطيب لكش ناشفة وتجي محروقة نجيب بلاتولي باش يدخل الفرن راح نفرش فيه ورق زبدة ورق الزبدة هنا ضروري جدا لانه اذا ما درتيش ورق الزبدة البطاطا تاعك راح تلسق لك في البلاتو اما اذا كان البلاتو تاعك من نوعية المليحة اللي ما يلسقش عادي ما تفرشيش ورق الزبدة انا هنايا يعني لي تفادي الكارثة باش تصر علي فرشت ورق الزبدة هنا ثاني البطاطا ضروري جدا انك توزعيها في البلاتو وتبعدي الحبة لاخدها باش تطيب لك مليح يعني الحرارة هذي كتقيس كامل انحاء واجزاء حبة البطاطا كما راكم تلاهظو راني نخلي مسافة بين القطعة والقطعة تاع البطاطا راح ندخلهم للفرن على درجة حرارة متوسط ماشي تحت المتوسط وماشي عالية بزاف باش تطيب لي البطاطا تاعي مليح وما تتحرق ليش من بره ولداخل تبقى نية بالنسبة لمدة الطاهي مدة الطاهي راح تكون واحد لعشرين دقيقة ربوع ساعة لطولتلك طولتلك عشرين دقيقة كما راكم تلاهظو هنا البطاطا تاعي ديجارة هي وجدد اذا شتيها بلي ما تحمرتلكش تقدري تشعلي عليها من الفوق انا هنا بما انو الفرن نتاعي فيه الميروحة كنت شعلت الميروحة مقبل ما ندخل البطاطا تحمرتلي كامل كما راكم تلاهظو جبتها من الفرن خليتها بردد شوفوا لبنات كيفاش راهي كين حبات يقرمش وكين حبات طريين قلتلكم لازم تخليها تبرد لانو الحبات هذو كرقاق اذا نحيتهم وهو مسخونين ولا مسيتهم وهم مسخونين راح يتكسروا لك كما راكم تشوفوا انا هنا راح نوجد فقط في وش راح نحط البطاطا ورح نعطلكم الطريقة اللي باش تنحي بها القطاع تعل البطاطا تاعك باش ما يتكسروا لكش بهذا الشكل كاني ندورهم فقط كما راكم تلاهظو هذو القطع اللي كين حيت البلاطو من الفرن مباشرة مسيتها كانت تكسرت ديري هذو الطريقة باش نحي البطاطا وهذه هي البطاطا تاعنا في شكلها النهائي من هاليوم ان شاء الله راح تعدي طيبة البطاطا تاعك هكا كان يقولوا لي كي تكون كمية كبيرة كيفش راح نديروها هذي كي ما تديري في المقلات راح تديري في الفرن اذا تديري زوج مقالي راح تديري زوج بلاطويت شوفوا كيفش راهي طيبة من الداخل ترافقيها باي حاجة مالفات رافقي بها انتيا البطاطا المقلية هكا راح تكوني اقتصتي في زيت تاعك يعني في عوض انك تقلي بطاطا في مقلات على زيت ومبعدها تقولي زيت هذا ما نقدرش نطيب به تو راح يتطيشي ولا تبزعيه ثاني تكوني متأكدة باللي حطيتي بطاطا لأولادك ما فيهاش هذيك الكمية الرهيبة تاع الزيت وتكوني حطيتي بطاطا نقدر نقوله نوعا ما صحية لك الأفراد عائلتك وخاصة أطفالك إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لناها اليوم جربوها وتجبكم وتبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر